اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج وسام شرف النهاردة حلقة مهمة جدا ازاي تعرف تتواصل مع المجتمع يعني ايه امن المعلومات وعني ايه التحويل الرقمي النهاردة هنعرف ازاي نحمي البيانات النهاردة هنعرف كيفية خلق فرص عمل من خلال التحول الرقمي وهنعرف حاجات كتيرة جدا على موضوع امن المعلومات بشرفنا النهاردة قام من قامات التكنولوجيا الباش مهندس محمد صلاح حجاج اهلا بحضرتك فندم باش مهندس محمد النهاردة عاوزين نعرف حاجة مهمة جدا اللي هي موضوع التحول الرقمي بعد صورة يناير تدولت كلمة التحول الرقمي بشكل كبير جدا يعني ايه التحول الرقمي بالفعل يا فندم هو التحول الرقمي بدأ كلمة شائعة بدأت دوليا بالديجيتال ترانسفورميشن اللي هو فيما معناها التحول الرقمي زي ما حضرتك قلت إيه التحول الرقمي؟ التحول الرقمي إن إحنا بنقدر النهاردة كدولة بتسعى إن توصل إن كل ما هو كان هاردو كوبي وكل ما هو كان دوكمنتيشن أو ورق زي المساندات في إيه دي حضرتك تتحول إلى شاشة رقمية الشاشة رقمية ديت بقت مختصة للدولة ومختصة للشركات ومختصة للمؤسسات ومختصة لأفراد هي بتساعد في كتير جداً بتساعد في تجميع البيانات بتساعد في تحليل البيانات بتساعد في دعم اتخاذ القرار فإذن لما إحنا كدولة أو كمصر لما تسعى أو توصل النهاردة بحجم كبير جداً للتحول الرقمي إذن إن إحنا بنواكب عالم كبير جداً من تكنولوجيا لمعلومات نقدر يبقى إحنا عندنا جمع مجموعة بيانات كاملة تساعد على حفظ الوقت تساعد على اتخاذ القرار بشكل مميز وشكل كويس جداً بدون الرجوع إلى أي وسائل أو أي أشكال طرفية ده باختصار التحول الرقمي فالتحول الرقمي هو عبارة عن كل ما هو بيحدث داخل المجتمع أو كل ما هو بيحصل داخل الإدارات أو داخل الشركات ولكن يتحول رقمياً يكون على شاشة يعني كان الأول كان ملفات ملفات ومستندات النهاردة التحول الرقمي بيساعد في كتير جداً بيساعد في المرور بيساعد في وسائل التصالات بيساعد في العديد إن أنت عايز توصل أي معلومة في النتائج في كل العلمي ده التحول الرقمي إن النهاردة كل مؤسسة أو كل شركة أو مؤسسة الدولة توصل بيك رقمياً وليكن خدمات مرور وليكن خدمات الموجودة في كل الأماكن النهاردة كل الخدمات بقت موجودة أونلاين ده تحول رقمي وحضراتك زي ما حضراتك عارف مصر بتسعى النهاردة لبني إنفرستركشور أو بنية تحتية قوية جداً بالعاصمة الإدارية بحيث أن نحن نقدر الفترات اللي جاية وعلى المدى بعيد تكون مصر من أوائل الناس في التحول الرقمي وعندها القدرة وعندها الاستعداد الكافي إن يكون فيه بنية تحتية قوية تقدر تأمن بياناتها وتأمن معلوماتها يعني هما الدولة دلوقتي مهتمة بالتحول الرقمي طبعاً طبعاً إحنا عاوزين نقوله حاجة عادية ليه الدولة عاوزة تحول الرقمي؟ ممكن يلبي احتاجات مجتمع بأكمله خلينا نقوله ونكونوا واقعيين شوية يعني يلبي مجتمع بأكمله أكيد برضو بفيه جاب صغير لأن مش كل المجتمع النهاردة كل المجتمع النهاردة مهتم بالإنترنت ولكن بقى الفئات الموجودة في المجتمع تقدر من خلال التحول الرقمي بتقدر تتواصل أو بتقدر تخلي فيه وسيط يتواصل عن طريق التحول الرقمي يوصل للمعلومة وليكن لو مشروع زي مشروع التمويل تمويل النهاردة كله بقى تحول الرقم لو إحنا محتاجين السلع بتاعتنا الزيت والسكر والكلام ده كله بقى البطاقة الإلكترونية المعاشات بقى البطاقة الإلكترونية فهو ده التحول الرقمي طب ده بيسعفنا في إيه؟ بيسعفنا في أزمة زي أزمة كورونا اللي فاتت كل الناس خلاص لازم هتوعد في بيوتها مش هبقى فيه أي مدارس مفيش مؤسسات مفتوحة مفيش معاملة مبقاش فيه تواصل اجتماعي ولكن التواصل النهاردة بقى بالتحول الرقمي فبقى عندي منصة أو عندي النهاردة مؤسسة أو مؤسسة الدولة بتقدر من خلال شاشة رقمية تقدر تاخد منتجك أو خدمتك أو كل ما هو أنت عايز وصله وليكن العمل بتاعك برنامج النهاردة بقى فيديو كونفرنس ده تحول رقمي كل ده بقى رقمي طب فيه حاجات كتيرة جدا يعني كل حاجة بتنزد لا إجابيات وسلبيات من وجهة نظرك إيه السلبيات الموجودة وإيه الإجابيات وأنا شايف الإجابيات أكبر بكتير بالسلبيات الإجابيات كتير جدا يفن ولكن السلبيات خلينا أقول كده بشكل واضح وبسيط خالص وده اللي بتخوف منه إن دايما بيبقى فيه حاجات ليه علاقة بأمن المعلومات أو الاختراكات بتحصل وليكن الناس اللي هي بتوصل أو تسعى للتحول الرقمي التحول الرقمي الأول بس مش هو هو مش خاص بدولة بس هو أي حد يقدر توصل للتحول الرقمي لو هو عنده متجر صغير لو هو صاحب شركة لو هو صاحب أي بيئة عمل فعنده تحول رقمي فبإيه السلبيات اللي ممكن تقول عليه لو هو مش جاهز بالبنية التحتية أو الناس اللي بتقدم له خدمة التحول الرقمي وبتسعى بيه لها ما حطتش التجهزات والمعايير ومقييس الدولية على التحول الرقمي لو لقدر الله السيرفر بتاعه وقع أو الداتا بتاعه وقع التحول الرقمي فهو خلاص بقى ساقت ما بقاش موجود طب ما هو ممكن يكون العملية دي بتكلف مبالغ كبيرة جدا فالناس بتحكم أنها متركبهاش يعني لا خلينا فاندي خلينا نتكلم من على أقل مستوى الأعلى مستوى النهاردة مع العملية دي ما بقتش مبالغ كبيرة لأنه بتساعد شباب كتير قوي النهاردة معظم الشباب بقى ليها فرص عمل من التحول الرقمي طب إزاي ليها فرص عمل أي شاب النهاردة يقدر يعمل مطجر إلكتروني مش هنسمي أسمي شركات عشان ما بقاش دعاية أو إعلان أي شاب النهاردة يقدر يعمل ويبسايت بسيط بس أهم حاجة اختار معايير القوة فيه يبقى زير وجاب يبقى مفهوش باك دور وليكن الناس كتير قوتايت بدا إحنا عندنا النهاردة نون عندنا أمازون كل ده تحول رقمي مطجر إلكتروني يعني ممكن لو حجمه صغير يعني عد حجمه صغير من الأعمال ممكن تتحول رقميا يتحول رقميا مشروعه ممكن يبتدي بخمس تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه يبتدي عنده مشروع بس الفكرة كلها أنه هو يكون عنده القدرة أنه هو عايز يقد فاليو أو يديف قيمة للمشروع بتاعه وده تحول رقمي هو بيبقاعد منتجاته كلها ظهرة رقمية للناس كلها طيب إحنا نقود فاصل عشان أزان المغرب أزان العصر ونرجع نتواصل معاك تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم مع الباشباندس محمد على هل هي الفئات المتوسطة وصجرة الحجم ممكن تتحول رقميا بالفعل فاندي ما أنا موجود النهاردة عشان أوضح وأعمل توعية الحاجة لما بشوف كل الزملاء وبشوف الناس كلها وبشوف الناس اللي عملاقة طبعا في أمن المعلومات وفي التحول الرقمي وبسمع البرامج بتاعتها المعلومة بتوصل لكافة الشعب أو لمعظم المستمع إن التحول الرقمي خاص بدولة لكن أنا هنا النهاردة عشان أوصل التحول الرقمي دو خاص بكل فئات المجتمع أو بكل الفئات الموجودة في الشعب التجارية واللي بتقدم خدمات أي إن كان نوع المنتج أو نوع الخدمة بتاعته النهاردة التحول الرقمي لما أنا بتكلم عليه لكل الناس المصريين الفئات بتاعتهم البسيطة الناس اللي هي اتضرت في أزم الكورونا الناس اللي قاعدت في بيوتها فترة طويلة الناس اللي محلتها تقفلت فترة كبيرة الناس ديت لو هي كان عندها الوعي من التحول الرقمي يقدر يساعد متجرها ويقدر يساعد منتجاتها ويقدر يساعد خدمتها كانت قدرت بمبلغ بسيط جدا أو بتكلفة بسيطة جدا يبقى عندها متجر إلكتروني بواسطة المتجر الإلكتروني كان هيقدر يبقى عنده تواصل داخل المجتمع كله المجتمع المصري ويبقى التواصل ده ويبقى هو يعرف خدمته ومنتجه وفي نفس الوقت يبقى وفر كهربا وفر طاقة وفر وفر كتير قوي وشغل عمالة هيشغل منذوبين هيشغل ناس توصل البضاعة هيشغل فنيين هيشغل صناعية هيستفيد من كل التعاول الرقم هيستفيد منه طيب فيه ببساطة فيه يعني كل شوية نسمع لك أمن المعلومات أمن المعلومات يعني ليه بقى نسمع كل شوية عن اختراقات وتعديدات وإيه زي نقدر نعمل وسائل للحمال للموضوع ده كويس جدا الاختراقات أو الهاكرز أو الهاكينج نفسه ما بيجي يحصل على حد هو ما بيحصلش عشان خاطر المخترك ده هو خارج للطبيعة أو إن هو عنده علم قوي جدا أو إن هو عنده تكنولوجيا مش موجودة عند حد هو اللي بيحصل كله إزاي في الاختراقات أو بيوصل حركة إزاي هو بيوصل عن طريق حاجة اسمه الباكدور الباب الخلفي لو إحنا ما عندناش طوعية في الموبايل إحنا مسكينه في اللابتوب إحنا فتحينه وعرفنا إيه المداخل وإيه المخارج بتاعته إحنا بنسيب الصغرات الكافية لأي حد إن يقدر يتوغل أو يتوسل إلى الموبايل بتاعنا أو اللابتوب بتاعنا وبالتالي يبتزينا طيب إحنا عايزين نقول إيه إن الموضوع عشان خاطر حضرتك تقدر تحمي نفسك وتحمي بياناتك إنت مش محتاج تاخد كورسات إنترنت مش محتاج تاخد كورسات سيكوريتي مش محتاج تاخد كورسات في السوشيال ميديا أو كورسات في الديجيطال ماركتيج مش محتاج تاخد أي كورسات إنترنت لكن إنت محتاج يبقى فيه أورنس أو فيه توعية كافية إيه التوعية الكافية؟ ماينفعش أنا كمستخدم النهارده قبل ما شوف سؤال وحط إجابة معرفش إيه الهدف من السؤال النهارده بتحط إنت مبروك كسبت مليون جنيه آه ده بديجي مكتير يقول لك إن أميرة مش عارف مين حاولت إيه بالزبط وحط رقم تليفونك بالزبط هل ده هاكر؟ ده بيبقى 90% منه فيك هاكر ده إعلام مزيف الهدف منه إن يدخلك على لينك عنده أو على صفحة عنده يقدر يبتزك منها طب يبتزك إزاي؟ أنا عايز أوصل للناس أو أي حد سمعنا إن الناس الهاكر أو الناس اللي بتعمل اختراقات الناس دي يا جماعة هي مش خارقة للطبيعة الناس دي ما بتعملش مستحيل الناس دي بتخش عن طريق صغرات حضرتك سبتها له مفتوحة ما هو ما يعرفش صغرات دي بالزبط بقى إحنا إيه صغرات اللي إحنا عايزين نتكلم عنها لازم رقم واحد في التوقية أبقى عارف الأول إن مفيش حاجة النهاردة حاجة أسمعها إنت مبايلك كسب إنت أكسبت إنت عملت ده فين؟ قول له توصيق طب أعرف ده إزاي ده بيديمهم بايلك كبيرة يعني أقول لك إنت أكسبت 750 ألف دولار عشان تقول دي غلط على اللينك إنت أكسبت النهاردة عربية وفيه النهاردة بقى فيه المسيجات يقولك وتدخل بشكل ديني لازم تقول لو ما قلتش والشيطان منعك يبقى أنت عرف أني إنت مش مسلم يبقى أنت عرف أني إنت مش مسيحي وهو الشيطان نفسه وهو الشيطان نفسه هي الفكرة كلها هو بيلعب على المنتاليتي بيلعب على العقلية هو بيوصلك لحتة تفتح له منها بقى بيخش منها ده الهكر طبعا إحنا محتاجين نوصل فيه في مصر أنا عارف أنه وقت الحلقة مش كافي إحنا محتاجين نعمل حلقات توعية للناس إزاي ما سيبشي عندي باب خلفي إزاي أنا بستخدم التكنولوجيا وأنا مش لازم أكون ندرس تكنولوجيا ما إحنا عزينا باش محمد نعمل حلقة تانية وعلى الموبايل نقوله البيانات اللي هتطلع على الموبايل اللي ممكن نخش عليها وإني مخشوش يعني أنا بسمع عن شركات كتيرة جدا بتوقع تعت تهديدات وبيطلوبوا إنهم مبالغ كبيرة جدا على أساس إنهم يرجعهم لفاتهم وعلى أساس إنهم يرجعهم الرقم بالفعل فده نتيجتها إيه؟ أو الناس دي تحمي نفسها إزاي؟ يا فانديم بالفعل بدون ذكر اسم شركات في فترة قريبة أنا كنت من الناس اللي بتشارك في تأمين بيانات لشركة ما الشركة دي اللي حصل عندها جالها فيروس اسمه ران ساموير الفيروس ده فيروس الفدية يعني معناها بالعربي فيروس الفدية الفيروس ده بيعمل إيه؟ الفيروس ده بيبعت بيشفر بيانات السيرفر أو بيانات الخليل والفيروس ده برعن إيه؟ تمام قوي الفيروس ده ملف الملف ده بيعملوا الناس اللي هم بقى بتوهل هكرى أو كان ده كله عن طريق باكدور اللي انت فتحته له هو معنى صح بيحط السم في العسل وليكن مثلا أي جهاز كمبيوتر زي ما الناس كلها عرفة أنه هو بيستخدم بويندوز فحضرتك بدل ما بتشاري نسخة ويندوز من ميكروسوفت مستقة وليها لايسنز وليها أبديت وليها السيري النمبر بتاحها الناس دلوقتي أي حد تقدر تروح له بمبلغ بسيط جداً بينزلك الويندوز يقولك أصلاً معايا الكراك أصلاً هضرب لك السيري النمبر بتاحها هو في الكراك وفي الكلام ده كله هو ده السم في العسل الناس اللي والاختراقات عايزين يعملوا إيه؟ عارفوا أن أنت عندك حجم بيانات الأول أول نوع من أنواع الاستهداف للاختراك بيستهدف المعلومات ليس ببيانات يعني المعلومات يعني النهاردة نينفع استهدفت حد عنده 16 سنة وعندهوش حاجة استهدفة لكن حد زي حضرتك كيمة ومقام لأ بعرف الأول هو مين هو دخله إيه؟ هو بيزنس بتاعه إيه؟ هو الراجل ده إيه؟ فأول أتاك بيحصل اسمه الإنفو أتاك فأنا بتاكل معلومات بتاعتك فعشان كده أنا عايز أوصر رسالة للناس ما تفرحش أن أنت يبقى عندك فيسبوك أو يبقى عندك الإنستجرام أو يبقى عندك أي صفحة وتنشر كل بياناتك ده مش صح أنت تنشر البيانات بس اللي هو إنه كنين بتاعك الاسم التعريفي بتاعك أنت مش محتاجة تحط بطاقتك للناس كلها مش محتاجة تحط رقم الفيزا بتاعتك في بيانات كتيرة ومش محتاجة تحطها ومش كل حاجة بتحصل لازم تعمل لها شير يا جماعة موضوع الشير والتشهير بالمعلوماتك وبياناتك ده من أخطر حاجة هي ده طريق الهكر هو بيبتدي يبتزك إزاي؟ عارف أن أنت شركة طيب أنت شركة عندك بيانات مهمة طيب عارف أن أنت شركة ومش شغال أوفيشيال مش شغال بشكل رسمي طيب الـ IT اللي موجود عندك أو الراجل الهيلبر اللي موجود عندك فهو بيجي يشتغل بيشتغل على الحاجات البسيطة الحاجات الفريق وده بيحصل كتير ممكن ما يكونش الراجل السابورت دوت أو الـ IT دوت عنده الوعي الكافي منه فيجي يفتح ويندوز ببلاش هو الراجل بتاع الهكر حطله جوال ويندوز الفيروس فهو بيفتحه يوم الفيروس نازل بيانات الشركة كلها تشفرت للأسف بقت عنده بقت عنده لا مش بقى عنده يا فندي هو مش هستفيد بي حاجة هو بيشفرها لك وبيقى معام الكي بتاعها المفتاح اللي بيفك بيه فيبعت لحضرتك مسجي بقى يقول لك أنا X شفرت بياناتك لو عايز ترجع بياناتك حضرتك هتدفع كذا في خلال كذا بواسطة البيت كوين البيت كوين طبعا العملة الغير شرعية للناس كلها عارفاها تستخدم في القتل وتستخدم في جرائم كتير اوي في الجرائم الالكترونية كلها فهتبتدي حضرتك ان انت تلاقي ده الموضوع كبير يا بشبانس موضوع كبير جدا بس بي حاجة بيحطوها في يعني مثلا واحد عنده موبايل يقول لك ايه في نزل برنامج البرنامج ده بيمسح الفيروسات الموجودة على الجهاز هادي كلام ده مظبوط شوف يا فندي أنا النهار ده اللي أنا عايز اقوله ايه انت وانت بتنزل برنامج سهل جدا انك تصيرش على البرنامج سهل جدا انك تعرف البرنامج ده أنا مش محتاجك تدور على حد بتاع تكنولوجيا معلومات بس مش كل الناس عارفة الحاجات دي يا بشبانس عشان معداش التوعية يعني واحد بيجي باتصل بواحد يقول له والله انا عند الموبايل بيهنج بيسخن بيعمل ايه يقول له مثلا في برنامج شموكيز يدخل بو الرجل بقول مدخل ما هو يا فندي موضوع مش ازاي بالزبط النهاردة الناس بايتعارفة ان النار لو حطت ايديها فيها تحرقها التفل الصغير هو ما عرفش انها تحرقها غير ما بقى عنده طوعية فيه من ايدا نار فبتحرقه ده الوعي المفروض اللي بقى تنقل لثقافة المجتمع احنا مش عايزين نوصل الناس انها تتصل بحد امن معلومات ولا تلجأ للشركات لا ألجأ بس ألجأ في حالات طرقة طب انت بس اول باب ليك انك بقى عندك المعلومة وعندك الوعي الكافي ان مش كل اعلان يظهر عندي يخش عليه مش كل صورة يظهر عندي وما فيش منها هدف اخش عليها هو بيغريك طب الحاجة التانية سهل جدا جوجل ما خليهش فاندي فيه خير وفيه شر انت النهاردة عايز تنزل البرنامج والبرنامج ده بيقولك هيسجلك المكالمات والبرنامج ده هيجيب لك فلوس لو سمحت سرش على البرنامج ده وشوف هو أصلا برنامج ده تسرتفايد ولا لا ليش هاده ولا لا هال البرنامج ده موسق ولا لا انت سرش محدش احنا عاوزين في الحلقة الجانية تخشي منابس المدخل ده ونصوروه على السلسل التعرف لان فيه حاجات كتيرة جدا يا بشمانس محمد اللي انت بتقوله ده هل انت ممكن تساعد اي حد حصله طيب تريفون البشمانس محمد هيظهر على الشاشة وهو جزاء الله خير هيساعد اي حد لو عنده مشكلة ممكن يتوصل معنا ده فري يا فاندي الحلقة ديات ملهاش اي عائد مدي ولا لها اي هدف مدية غير ان احنا نضيف قيمة رقم اتنين اللي عايز اوصله لك ان شاء الله زي ما بنت بلغت حضرتك احنا هنقدر ان شاء الله في الحلقة الجاية هنعمل ديمنيستريشن او ديمو يعني شكل تجريبي للناس نوريهم ازاي يمسك الموبايل بتاعه يعرف هو مخترق ولا لا من حجم نقل البيانات ناس كتيرة تهددت من الموبايلات يعني في مشاكل كتيرة حصلت من ورا اكيد طبع اكيد وشوفت ناس كتير اول لجأت لينا ولجأت لناس اكبر مننا وناس محترفة اكتر مننا بشكل كبير جدا بس احنا النهاردة عايزين نعمل توعية كافية ازاي تقفل البيانة المفتاحة اللي عند حضرتك انا مش عايزك توصل لي او لغيري او او اي حد ويقولك اصطنا المهندس وانا اللي فاهم تكنولوجيا لا يا فندم اقفل باب حضرتك بيدك انا عايز اوصل حضرتك اخر حاجة عشان وقت البرنامج برضو احنا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنظهر للناس كلها ازاي تعرف ان دا مخترق ولا لا طب ازاي تصد الاختراك دا طب ازاي تعرف الموقع اللي انت داخل عليه دا هو موقع دا مزيف ولا موقع حقيقي هل هو سيكيور ولا مسيكيور دا اللي احنا عايزين نوصله موقع بحاجات بسيطة من غير ما تكون معقدة من غير ما المستخدم يحس ان هو هبزل مجهود قبل ان يخش الموقع لا حاجات بسيطة جدا لو سمحته اي حد اعجب ببرنامج او شاف برنامج على الاندرويد او على الابل ببقى بالنسبة قليلة قويا على الاندرويد او على اي قبل ستور او على اي حاجة او بلاي ستور وبيجي نزله لو سمحت افتح جوجل وصيرش على البرنامج دا شوف هو جاي من انهي مصدر شوف شات المنشق محمد بيعمله ايه يعني ولك انت كسبت 750 الف دولار فالواحد يقعد يضربهم في 16 جنيه وشوية فبيخش هو نصيبه يا فن ما هو دا هو عي النهاردة لما انت بتقول للناس انت لما تشوف دا ما تخشش هو فهم هو هل النهاردة شركة أورنج زا ما جات بعد اتكنت اعلانات كبيرة جدا في رمضان أورنج بعثتلك انت كسبت كذا وكذا 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 والناس كلها دخلت الناس كلها وقعت في قصة تانية كبيرة جدا اه وموبايلات قبل وانت كسبان وخش او لو انت قلت كذا بانت كسبت كذا فيش حاسمة كده يا فن وتخش مراحل عندهم وكده يعني نقوله عشان الناس تستفيد نقوله ان اي حاجة بتيجي فيها مسابقات او انت دخلت سحبة او انت كسب اعرف ان الكلام ده كله هكر وانت بعيد عنه طيب فيه فيه حل فيه فيروسات من ايام كورونا هددت الناس كتير جدا بالزبط هو برضو الوعي الناس تخوفة من كورونا والناس كلها عايزة تقرأ على كورونا نزل فيروس الفيروس دوت قليل جدا اللي سمع عنه فيروس اسمه كورونا فيروس كورونا كمان اه ده هو الفيروس كمان نفسه بقى اسمه كورونا يعني موعدي ولا غير موعدي يا دكتور ده مش موعدي ده ده بيروح على طول ده الفيروس ده كورونا فيروس ده وتنزل ازاي كل الصفحات وكل السوشيال ميديا وكل الانترنت وكل وسائل اعلام ما بتتكلمش اجري على كورونا تمام كده فاي حد بيفتح صفحة بيلاقي اعلام كورونا طيب الناس بتوع الهكرز او الناس اللي هم عايزين يتزلوا الناس او عايزين يهددوهم او ياخدوا بيانات عنهم عملوا ايه حطوا داخل البوست او داخل اعلانات كورونا فيروس فيروس فانت داخل تقرأ المحتوى حدرك بتدوس كورونا فيروس فداخل تقرأ المحتوى بتاع كورونا فيروس الفيروس نزل عند حدرتك هو بقى اسمه فيروس كورونا فيه بقت لحدرتك السكرينشوت لشرك كمان برضو كورونا فيروس ده اسيبت بيه كل الملفات عندها تشفرت كل بياناتها ضاعت طيب واللي بعطه الفيروس برضو بتزه ولو سمحت ادفع كزا عشان نفوق كزا طيب ايه الحلول البسيطة للناس اللي هم اللي فاتي شركات رقم واحد الباكب سيليوشن حلول النسخ الاحتياطي لو سمحت اي ان كان حجم عدمك واي ان كانت شركتك واي ان كانت مؤسستك لو انت هتبتدي تقول انا رايح بيزنس لازم يكون عندك الباكب والريكوفري ووسائل النسخ الاحتياطي دي اهم حاجة احنا عايزين الحلقات الجاية ان شاء الله ان شاء الله هنشرح كل حاجة باستفادة هل التحول الرقم في ديه كده يساعد في خلق فرص عمل اكيد طبعا احنا عايزين بس الشباب او الناس تبقى فهما ان الشغل هو مش مجرد سي فيبي تباية لشركة الشغل هو مجرد لازم يكون عندك المقدرة ولازم يكون عندك الوعي وتفكر فكر ازي توصل النهار دا لما بفتح معاك افكار في التحول الرقم بقولك انت ممكن تعمل مشروع مش عندي انا مليش في الموضوع ده عمتا بس ممكن تبني مشروعك بخمس تلاف جنيه اجري وبتدي طب تبتدي ازي في التحول الرقم ابتدي بمتجر صغير ابتدي ببوب سايت صغير ابتدي تبقى انت واسيط ما بينك وما بين التاجر التاجر مش هيقولك لأ لان انت مش هتاخد منه منتج ده بتاخد صور منتجات وترفعها هتبتدي تشوف الناس اللي بتجيلك ابتدي استهدف فئة صح فابتدي بدل ما انت الوقت كله بيضيع في حاجات كتير اي ان كان اي هي الحاجات ابتدي بنفسك بمشروع طب المشروع دوت مابعش محتاج غير ايه رقم صغير ومش محتاج توسيك كتير غير ان اي حد عنده القدرة ان هو عايز حقه هدفه ده التحول الرقمي انا نهاردة خليني بس اختص الحرارة للمرة التالتة التحول الرقمي هو مش خاضع لدولة فقط لان كل ما بقعد مع زمة او بقعد مع ناس كتير بلى ان كلمة التحول الرقمي يا مصر رايح اتحول الرقمي مصر رايح اتحول رقم طب هو ايه التحول الرقم تحول الرقم ان حضرتك يبقى عندك اي شاشة رقمية تدير بها اعمالك أو تحول أعمالك كلها لرقمية يعني كونما فيه باختصار أن أي حد عنده موبايل واحد عنده لابتوب عنده شركة عنده مصنع دولة هو ده تحول للرقمية بالضبط يا فاند أنت بقدني كلها عندكم بتريز وعنده الناس كلها عليها حاجة اسمها تسكليست برقمي وعرف أن الراجل ده خلص الجوب بتاعه ومش محتاج يوقف حد على حده وانت عملت إيه لا خلصت ولا ما خلصت الشيء برنامج بتاعك خلص ولا لا طب حلوة ولا وحش التقييم بتاعه عامل إزاي ده مؤشرات طب ده بيساعده في دعم اتخاذ القرار كدولة الدولة بتقدر تاخد قرارتها من تحليل البيانات الموجودة عندها كشركة وكمؤسسة بقى عندها مؤشراتها ده تحول رقمي الحقيقة باشمونز محمد يعني الوقت معك بيعد بسرعة واحنا مرة تانية بنشكرك ودي معلومات مهمة جدا بس نتمنى ان احنا نعمل حلقة واثنين وثلاثة وفي نهاية هذا اللقاء دارة النظم والمعلومات باحد شركات البترول مرة تانية بنرحب بحضرتك في نهاية هذا اللقاء يا سعانة إلا أن نشكر مرة تانية أو تالتة على أمن أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته